مبارح وحنا بنتابع جولة رئيس الوزراء اللي عملها في اسكندرية وكمان تفقدوا لأعمال التطوير اللي بتحصل في ميناء الدخيلة واسكندرية افتكرت العبارة الشهيرة اللي كتبها المفكر العظيم جمال حندان عن عبقرية الزمان والمكان لمصر جمال حندان قال إن مصر هي البلد الوحيدة اللي بتطل على أطول وأهم بحرين في العالم كله ليه أهم بحرين؟ لأنه كل بحر بينهم بيوصل لمحيط البحر المتوسط زي ما حضراتكم عارفين بيوصل للمحيط الأطلنطي أما البحر الأحمر فبيوصل للمحيط الهني وهي دي سلسلة الفقرية والشريان المحواري للملاحة في العالم كله وبالتالي الموقع الجغرافي المصر هو موقع عبقاري بامتياز بيمثلينا طبعا كلنا راس مال وثروة قومية عظيمة وهو ده سر في إن الدولة مهتمة اهتمام كبير جدا بتطوير الموانئ البحرية ده حقيقة يا شازلي الموانئ البحرية هي قطاع شديد الأهمية في الحقيقة للدولة المصرية عشان كده الدولة خصصت استثمارات ضخمة متكلم حوالي 63 مليار جنيه مصري لتطوير الموانئ دي متكلم بت 19 مليار و 22 مليون جنيه لميناء الإسكندرية 10 مليار جنيه لميناء شرق بورسعيد 23 مليار و 400 مليون جنيه لميناء دميات ودي استثمارات زي ما قلت لحضراتكم تعدى ضخمة جدا هدف منها أن مصر تتحول لمركز لوجيستي عالمي يعني يبقى عندك قيمة مضافة بتقدمها في الموانئ وعندك كمان كفاءة في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع وتوفير كل الخدمات اللوجيستي طيب ليه كل هذه المشروعات؟ بجولة أكيد هذه المشروعات مدخل كبير للعملة الأجنبية وده بعد مضاعفة حركة التداول في هذه الموانئ التي نذكرها دلوقتي لأنه وفقا للتقارير الدولية بيعتبر حجم التجارة المنقولة بحرا حوالي 83% من إجمال حجم التجارة العالمية وبالتالي كان لازم نشتغل على تطوير الموانئ المصرية بشكل كبير لأنها كانت وصلت لمرحلة لا تتناسب مع متطلبات التجارة العالمية الأرصفة كانت أطولها غير كافية والأعماق برضو لا تتناسب مع السفن العملاقة اللي بتمر وبالتالي كان مهم جدا أننا نشتغل فورا في مسألة التطوير ده حقيقي يعني على فكرة كمان التطوير هنا مش بس في الأرصفة والخدمات اللوجستية والأوناش وخلافه تطوير كمان في المنظومة نفسها المنظومة الحديثة اللي بيتم تطبيقها في التقليص الجمركي وتوفير معامل فحص البضائع الأهم بقى هو كمان تجاوز أي إجراءات بيروقراطية كنا بنشوفها قبل كده كانت بتأثر على أداء الموانئ يعني يمكن دي من أهم الحاجات اللي بتحصل في الفترة دي يا شازلي نبقى فيه دايما تطورات وزي ما قلنا في الأول أن الدولة بتولي أهمية كبيرة جدا لهذه الموانئ لأن هي بتعود علينا بدخل وعملة صعبة ففي الحقيقة دي من الحاجات الحلوة جدا اللي احنا حابين نبتدي بيها يومنا النهار ده وبنصبح لحضراتكم صباح الخير يا مصر